إعلان وشيك لصيغة معدلة من اتفاق الرياض مناقشة جميع الأطراف باتت تدور حول الشق السياسي الذي تمثله هذه الصيغة لا أكثر وسط مطالبات رئاسية متواضعة بضمانات سعودية تلزم الانتقال الجنوب بإلغاء الإدارة الداتية وبعودة الأمور إلى وضعيتها السابقة في محافظة أرخبيل سقطرة وإعادة الأموال المنهوبة ووفقاً لما رشح عن مصادر موثوقة فقد توصل الراعي السعودي إلى مقترح يقضي بتشكيل حكومة المنصفة من 24 وزيراً تتوزع على الشمال والجنوب بواقع عشرة حقائب فيما احتفظ الرئيس بحق تعيين وزراء الحقائب السيادية الأربع وهي الخارجية والداخلية والدفاع والمالية وبحسب المصدر ذاته فسيتم توزيع الحقائب الوزارية على أحزاب الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والاشتراك اليمني وحزب العدالة والبناء واتحاد الرشاد والتنظيم الوحلو الشعب الناصري بالإضافة إلى المجلس الانتقالي الذي سيحز وفقاً للصيغة الجديدة على أربع حقائب ومثلها للإصلاح والمؤتمر وحقيبة واحدة لكل من الناصر والرشاد والعدالة والبناء ومؤتمر حضر موت الجامع والحراك الجنوبي السلمي ومحافظة المهرة يبدو الأمر كما لو كانت الأحزاب فيه جزءاً من مشاورة الرياض لكن ما يدور هناك يكاد ينحصر بين الرئيس ومندوبين عن الحكومة السعودية التي تعيد توظيف التصلب الظاهر للمجلس الانتقالي في تمرير هذه الصيغة الخطيرة من اتفاق الرياض المتعثر فلقد توارى الحديث تماماً عن الشق العسكري في الصيغة الجديدة ولم يعد يجري الحديث حوله الآن وعلى نحو يمنح المجلس الانتقال فرصة لتعزيز قبضاته على المحافظة الجنوبية حتى لو اضطر إلى التراجع عن إعلان الإدارة الذاتية حتى اللحظة لا يبدو أن الرئيس هادي جاهز للتوقيع على المقترحة السعودية الأحدث ضمن مشاورة الرياض لكن مطالبته بضمانات سعودية لتراجع الانتقال عن الإدارة الذاتية يظهر الرئيس في موقع ضعيف جداً الذي بات يساوم على تنازلات لا تتجاوز في بعدها السياسية التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية فيما تبقى مسألة عودة الشرعية لممارسة نفوذها الدستوري مرهونة بمصداقية التحالف الذي بات متأكداً من أنه قد وضع نصف الحكومة على الأقل في يد الانتقال متوازياً مع بقاء سيطرته العسكرية والأمنية على عدد من المحافظات في جنوب البلاد